على شكل صخور أو جذوع شجر في طريق سهل أو ممر بحري داخل بئر ماء أو بين مزارع نخل لا توجد فرصة للنجاح فالألغام تترصد حياتك في كل مكان مرت منه ميليشيا الحوثي هذا ما حدث مثلا في المخا ذهب طفل لجلب الماء من بئر ملغمة لكن جسده عاد متوشحا بالموت تروي هيومان رايتس هذه القصة كواحدة من قصص الألغام التي ذهب ضحيتها أبرياء ذنبهم أنهم أرادوا الحياة في بلد مقتض بالموت وفق منظمة هيومان رايتس فإن الحوثيين زرعوا بشكل واسع الألغام الأرضية على طول الساحل الغربي لليمن منذ منتصف 2017 وقد قتلت تلك الألغام المنتشرة في الأراضي الزراعية والقرى والآبار والطرق 140 مدنيا بينهم تسعة أطفال في الحديدة وتعز العام الماضي تحولت المناطق المدنية إلى مناطق ملغمة بسبب زرع القوات الحوثية بحسب المنظمة الدولية الألغام الأرضية التي تنتشر في ست محافظات على الأقل وهو ما أدى للنزوح المدنيين بعد فقدانهم للأراضي الزراعية وقتل مواشئهم وحرمانهم من مصادر المياه والغذاء تكمن خطورة الألغام الحوثية في كونها تشكل عائقا أمام وصول المساعدات الإنسانية ومنظمات اللغاثة إلى المجتمعات المحلية المحتاجة كما أن الألغام المنتشرة على الطرق تمنع العائلات النازحة من العودة إلى المناطق المحررة وهو ما جعل منظمات دولية تصنف الألغام الحوثية كواحدة من أسباب الأزمة الإنسانية في اليمن ترجمة نانسي قنقر